حسام يمكن القول أن الهدوء النسبي عاد إلى حدود جنوب لبنان تحديداً القطاع الغربي وذلك بعد حالة من الاستنفار الكبيرة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرت لحوالي الثلاث ساعات نتحدث عن استنفار كبير استقدام تعزيزات عسكرية لسيما باتجاه مواقع حانيتة جل العلام موقع البحري الواقع في رأس الناقورة وسط تحليق على علوم منخفض لأكثر من مسيرة إسرائيلية فوق القطاع الغربي تحديداً فوق أطراف اللبوني علم الشعب الضهيرة والناقورة وتزامن هذا الاستنفار أيضاً مع قصف مدفع إسرائيلي طال اللبوني والناقورة وصولاً إلى طير حرفة وعلم الشعب والضهيرة كل ذلك كان وسط خشية إسرائيلية من حصول عملية تسلل من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه موقع حانيتة العسكري الإسرائيلي لكن بعد حوالي الثلاث ساعات من عمليات المسح والتمشيط والتمشيط بواسطة القذائف المدفعية والقذائف الفسفورية المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه لا خشية من عملية تسلل من الأراضي اللبنانية من الحدود ولكن ربما حالة الاستنفار هذه والتي أدت إلى إغلاق الطرقات في تسع مستوطنات واقعة في الجليل الغربي إضافة إلى ما طلبته الجبهة الداخلية من المستوطنين في البقاء في المنازل كل هذه مؤشرات تدل على حالة التوتر وحالة القلق الكبيرة سواء التي تعتلي صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي أو أيضا التي تؤرق المستوطنين عند الجانب المقابل للحدود اللبنانية في هذه الأثناء جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع منطاضا للتجسس فوق بلدة الضهيرة وذلك عوضا عن المسيرات الإسرائيلية التي لم تغادر أجواء المنطقة منذ حوالي الثلاث ساعات ولكن أيضا حسام هناك معلومات أولية تشير العملية إطلاق صواريخ من الجانب اللبناني من الحدود باتجاه مواقع إسرائيلية واقعة في الجليل الغربي وبالتالي أيضا هذا يأتي ارتباطا بالعملية العسكرية التي كان قد نفذها حزب الله تحديدا عند الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس بتوقيت بيروت واستهدف من خلالها موقع بركة ريشا العسكري الإسرائيلي وهو يقع في الجليل الغربي ومقابل لبلدة الضهيرة وبالتالي يمكن القول حسام الآن أن الهدوء النسبي عاد إلى الشريط الحدودي لكن هذا لا يعني توقف العمليات العسكرية باتجاه المواقع الإسرائيلية خلال الساعات المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر